نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي شاركت وزيرة التعاون الدولي في قمة رؤساء دول أفريقيا والتي تصطدفها كينيا لمناقشة عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية وفي الكلمة التي ألقتها الوزير نيابة عن الرئيس السيسي تم التأكيد على أن استكمال مسار التنمية يتطلب جهدا متضافرا لتذليل التحديات التي تواجه القارة مشيرة إلى أن مصر تحولت من دولة مستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى دولة مانحة لدعم دول القارة الأقل دخلا